موسيقى جنيس حلقتنا هذه كتاب يأخذنا نحو عالم الطفولة وعالم الإبداع في أدب الأطفال إنه كتاب أدب الأطفال وثقافتهم لمؤلفه المتخصص بأدب الأطفال وأستاذ الأدب الحديث في جامعة الإمارات العربية المتحدة منذ عشرين عاما الدكتور سمر روح الفيصل الذي يعيدنا إلى زمن مضى لم يكن خلاله بعد قد تم الاعتراف بما نطلق عليه أدب الأطفال أدب الأطفال في السبعينيات القرن العشرين وتسعينياته بدأ يكتسب الاعتراف الشعبي ما كان الناس يؤمنون بأن هناك أدباً اسمه أدب الأطفال أما الاعتراف الرسمي فكان سابقاً على ذلك أما الاعتراف الأدبي فكان سابقاً على ذلك ولكن الأدب عادتان لا ينمو إلا بالاعتراف الشعبي له أن الناس عندما يؤمنون به يستطيعون أن يتعاملوا معه وأن يقدموه لأطفالهم هذا الذي أقصده بالاعتراف الشعبي في هذه الحال كنت أعتقد أن التسعينيات القرن العشرين بدأت تنهي مرحلة البدايات وتخطو خطوة أخرى في اتجاهات أخرى نحن في سبعينيات كانت هناك قصص الأطفال ولكن هذه القصص لم تكن على مستوى يمكن أن نوجه إليها دراسة حقيقية ونقدية كانت هناك كتب كانت هناك قصص كانت هناك مجلات ولكن لم تتبلور هذه الأمور حتى مرحلة التسعينيات هنا كما قال زميلي تحولنا من الحالة الوصفية للحالة النقدية أصبحنا أن نقول ليس نريد فقط أدبا للأطفال نريد أيضا قيما نريد معايير نريد أن نضع هذا الأدب ضمن إطار محدد له قواعد له قوانين فلذلك بدأنا ننقد كتب الأطفال بدأنا نتحدث عن هذا الأدب بصورة نقدية نحاول أن نتخيل ما هي الأمور التي تمسك بها الكاتب ما هي القواعد التي يرتبط بها ما هي القوانين التي يريد أن يفرض نفسه بوجودها الأدب الأطفال يجب أن يكون في الدرجة الأولى هو طفل كبير الطفل الكبير الذي يستوعب ذكريات الطفولة ويحاول أن يعيد إلى ذهن دائما ماذا كان يفعل عندما كان طفلا كيف كان يتحاور مع الآخرين كيف كان يتعامل مع الأهل مع البيت مع المدرسة هذه الأمور يجب أن تكون واضحة في ذهن أديب الأطفال وبالتالي يستطيع أن يتواصل مع الطفل فلذلك في رأيي أننا في التسعينيات استطعنا أن نحدد القواعد التي يجب أن نلتزم بها واستطعنا أن ننقد من هذه القواعد الأدب الذي يقدم للطفل شدد مؤلف الكتاب في بحثه هنا على منظومة القيم وعلى أهمية حضورها في الأدب الموجه للطفل وهو اعتبر أن علاقة الأديب العربي بالقيم تحتاج إلى الارتقاء من الفردية الذاتية إلى الموضوعية باختصار شديد الإنسان عندما يفعل شيئا هذا الذي نسميه سلوكا هذا السلوك تحركه قيمة يملكها الإنسان إما أن تكون القيمة سلبية أو أن تكون إيجابية لا شيء ينطلق عفويا هناك قيمة تحرك الإنسان نحن نرنو إلى أن تكون القيمة التي تطرح في أدب الأطفال قيمة إيجابية هذا الأمر الأول الأمر الثاني لا ينفعنا أن تكون القيمة الإيجابية سليمتان بل يجب أن تندرج في منظومة للقيم هذا يعني أن المجتمع كله عنده أهداف واضحة محددة يريد أن يبني شخصية أطفاله استنادا إليها إذا لم تكن هذه المنظومة متوافرة في المجتمع فعلينا أن نعمل على تكوينها على أقل تقدير وعلى امتداد صفحات عديدة عمل المؤلف لإظهار التفاصيل والنتائج المتعلقة بدراسة خاصة حاولت أن تقوم بما يشبه المسح لموضوع القيم ولحضوره في أدب الطفل العربي فما هي الحيثيات التي اتبعها والنتائج التي خلص إليها؟ عندما كنا نعمل في أدب الأطفال في بدايات سبعينيات القرن العشرين كنا مضطرين إلى الاستناد إلى منظومة القيم الغربية ومنظومة القيم الغربية وخصوصا منظومة ويت هذه المنظومة أنشئت للمجتمع الغربي نحن نريد أن نبني منظومتان تلائم المجتمع العربي لكننا لا ننسى أن هناك اشتراكا في القيم خصوصا القيم الإنسانية القيم الإنسانية مشتركة عادة لكن لدينا قيمة نريد أن نربي أطفالنا عليها وبالتالي كنا مضطرين وأتحدث عن نفسي ولا أريد أن أعممها كنت مضطرا إلى أن أطور هذه المنظومة لكي تلائم المجتمع العربي عملت سنوات طويلة ربما عملت نحو من 15 سنة في هذا الموضوع إلى أن صدرت أيضا المنظومة التي تتفرع عن الخطة الشاملة لثقافة العربية والتي أصدرتها المنظمة العربية لتربية والثقافة عام 86 و 900 و 1000 ها هنا أيضا رأيت أنها تلبي الحاجة عندما أيضا نعدلها تعديلا بسيطا وكنت ذكرت هذه المنظومة بأربعة أمور أو أربع كتل إن شاءنا الدقة ولأن منظومة طويلة نظرية ربما لم يتسنى للكثيرين الإطلاع عليها نحاول أكثر أن نسبر مداها ومضمونها فعلى ما تقوم هذه المنظومة منظومة طويلة هي مجموعة من القواعد التي وضعت لتحديد أدب الأطفال وكما قال هو أدب عالمي يعني مجموعة طويلة لم توضع للعالم العربي وضعت العالم أجمع والعالم العربي لها خصوصية وتميزات هناك قيم هناك مبادئ هناك أفكار لا تكون موجودة في هذه المنظومة فبرأيي أن المنظومة وضعت العالم أجمع ولكن العالم مختلف العالم فيه قيم مختلفة وبالتالي يجب أن نعدل هذا القانون ضمن إطار عربي حقيقي يتحدث عن القيم العربية والمبادئ العربية منظومة القيم في رأيي منظومة مهمة جدا إذا أتمدنا على منظومة ويت فنحن نستطيع أن نأخذ القيم الإنسانية العامة التي تتعلق بالإنسان بشكل خاص ولكن نضيف لها القيم العربية منظومة القيم في رأيي يمكن أن نتحدث في الأمور السياسية كيف نحترم الفرد المواطن يمكن أن نتحدث في الأمور الاجتماعية كيف نتعامل مع الأسرة يمكن أن نتحدث في الأمور الاقتصادية العمال المهنة كيف نحترمها يمكن أن نتحدث في أمور التفكير كيف يفكر الإنسان كيف يحارب الجهل كيف كذا وكذا فهذا يمكن أن نضيفه إلى مجموعة ويت وضمن الإطار العربي الخالص في دراسته لأدب الأطفال وثقافتهم يشدد الكاتب على ما يسميه بالأدب الموحد الذي يهدف إلى تلاف الإزدواجية في عبلية الثقافة والتربية التي يطلقاها الطفل العربي في مجتمعاتنا ولكن كيف السبيل إلى هذا الأدب الموحد؟ أنا أقصد الأدب الموحد بمعنى أنني نريد أن أبني شخصية واحدة للطفل العربي تنطلق من قيم واحدة هذه القيم الواحدة ليست متطابقة تراعي التفرد عند الطفل وتراعي الاشتراكة يعني تراعي أنه فرد في مجتمع وتراعي أيضا أنه ننتمي إلى جماعة وبالتالي هذه الجماعة التي أنظر إليها هي الجماعة العربية لا أنظر إلى جماعة في هذه الدولة أو تلك وإنما أنظر إلى الجماعة العربية على أساس أننا ننتمي إلى مجتمع عربي إسلامي هذا المجتمع أريد هذا الطفل أن يعد للحياة فيه وأن يعد أيضا ليبنيه وليسهم في تقديم ما ينفع هذا المجتمع هذا الذي أقصده إذن أقصد بالأدب الموحد الشخصية التي أرن إليها أو أنني أملك صورة ما عربية لها إذن هو أدب موحد وليس موحدا أنا لا أرى فيها إشكالية أبدا لأنني أتوقع أن المقصود بالأدب الموحد الموحد في القيم الموحد في التفكير الموحد في المبادئ أما طبعا الأسلوب الإبداع طريقة تقديم المادة الأدبية للطفل فهذا أمر يختلف بين أدب وآخر فهي موحدة في القيم وفي المبادئ وفي المضامين المضامين الفكرية التي أجب أن تكون فعلا موجودة في العالم العربي ولكن القضايا الأخرى قضايا التي تختلف بين أدب وآخر ليست هي مجال تضييق عليه ورب متحفظ هنا على فهم هذا التوحيد الذي يكاد يشبه دفتر الشروط بحيث يصبح الكاتب شبه مجبر على الالتزام بقائمة معينة من العناوين أو المحاذير أنا في رأيي أن هناك ثوابت لا يمكن أن نبتعد عنها إذا أردنا أن نتكلم في ثوابت غير الثوابت العربية الإسلامية فهذا يعني أننا قد خرجنا عن نطاقنا العربي عن نطاقنا الإسلامي الثوابت موجودة ومحدودة ومهما اختلفنا فهناك ثوابت يجب أن تبقى ثابتة لا تتغير أما طريقة التعامل طريقة المخاطبة فهذا الذي يتغير هذا كله يدفعنا لسؤال المؤلف والكاتب عن مدى نجاح الأمر فهل شكلت هذه المبادئ النظرية منطلقا لدى الكتاب والأدباء أو مصدرا يعودون إليه للاستفادة منه؟ الإجابة تبدو مخيبة للمؤلف في هذه الأيام وبعد نحو من 14 سنة على كلامي هذا الذي قلته لم يتحقق بل يبدو أننا عدنا إلى الوراء يعني يبدو أننا عدنا إلى الوراء لأننا كنا في السبعينيات القرن العشرين وثمانينياته نملك مشروعان عاما مجتمعيا ونبدأنا الآن نحاول أن نتشبث بما بقي منه يعني أنا أقول من أسف أنني أقول هذا الكلام ولكن الواقع لا يخفى على أحد هل معنى هذا إذن أن أدب الأطفال الموجود اليوم في المشهد الثقافي العربي لا يعجب الكاتب وهو الذي سخر اهتماماته ومتابعاته ليقدم في سبيله ما قدمه ليست القضية في أني أعجب به على المستوى الفردي أنني أرى أن هذا الأدب شيء أساسي في بناء شخصية الطفل فإذا كان هذا الأدب يعنى بالأمور الشكلية فهذا أمر جيد لكن هذا الشكل يجب أن يستند إلى مضمون يبني هذا الطفل وإلا فأن هذا الشكل يبعده عن أمور أخرى يمكننا مثلا على سبيل المثال أن نتحدث عن ما يمكن أن يقدمه التلفاز للطفل وعما يمكن أن يسلبه منه يعني يمكن أن يقدم له فوائد ويمكن أن يسلبه بعض الأمور الأساسية إذن بهذا المعنى إذا نميت التلفاز وحده فأني أيضا سأخدم الطفلة ولكنني في الوقت نفسه أيضا سأجعله يخسر أمورا كثيرة جوهرية في الكتاب أيضا تم تفصل خاص بعنوان تربية الإبداع الأدبي ومما لا شك فيه أن كل الأباء والأمهات يطمحون إلى تربية الإبداع لدى أبنائهم لكن الطموح يبقى نظريا عند الكثيرين الذين يخفقون في تحقيق الأمر فما السبيل إذن للوصول إلى تحقيق هذه التربية الإبداعية؟ نحن في الحياة اليومية نصف الطفل الذي يبدو أنه مشتهدا في المدرسة بأنه طفل ذكي كذا نقول في الحياة العامية أو هذه تعبيراتنا العامية هذه تعبيرات العامية ليست علمية التعبير العلمي أن كل طفل يملك الحدود الدنيا المتوسطة إذا كان طبيعيا من الذكاء والمبدع لا يعني ذلك أنه يملك قدرة من الذكاء عالية أمنما هو متوسط عندما نعنى به وعندما نكتشف ما يملكه نستطيع أن نرى فيما إذا كان موهوبا ثم أن نرى فيما إذا كان قادرا على أن ينتقل من هذه الموهبة إلى الإبداع لأن الموهبة عند الطفل تقاسب من هم في سنه بينما الإبداع يقاس بالنسبة إلى الطفل لمن هم أعلى منه وعندما يكون الطفل طفلا يعني عندما يكون في مرحلة الطفولة قد لا يكون هناك إمكانية لإذا ما اكتشفنا هذه الموهبة قد لا يكون هناك إمكانية لحكم عليه فبعض المكتشفين والمبدعين كانوا لنقول بعضهم كان غبيا في المدرسة وبعضهم كان يوصف بالبلادة وبعضهم أخفق في التعليم الابتدائي يعني بمعنى آخر علينا أن لا نأخذ الظواهرة على أنها دلالة على الإبداع أو عدم الإبداع نحن نريد مشرفين متخصصين يهتمون بالطفل ليكتشفوا الموهبة وليعزل هذا الطفل أو لا يعزل باختلاف المدارس ليكتشف مواهبه أو ما يملكه الإبداع الأدبي موجود لدى كل طفل ولكن علينا أن نكتشفه نحن هذا الاكتشاف في الواقع يحتاج إلى أساليب متعددة الطفل في المدرسة قد يبدو عاديا ولكن قد تكون هناك نقطة معينة تكشف ما لديه الإبداع الأدبي هو إبداع أو في الأحرى لا نقول أنه إبداع أدبي لدى الطفل وإنما هو طريق نحو الإبداع يعني الطفل الموهوب في مرحلة الإبداعية لا يمكن أن يكون مبدعاً مئة بالمئة هو طبعاً يحاول أن يصل إلى الإبداع بعد أن يصل إلى عمر بالتقدم فالإبداع في رأيي هو اكتشاف وليس إبداعاً حقيقياً هو اكتشاف الإبداع لدى الطفل والطفل إذا شجعناه وإذا فجرنا الطاقات الكامية الموجودة لديه نستطيع بالفعل أن نحوله إلى مبدعاً في المستقبل لا يستطيع أحد الإدعاء بأنه راغب في تربية الإبداع الأدبي لدى الطفل إذا لم يكن يملك معرفة كافية بسمات الإبداع وقدراته ذلك أن الباحثين بدلوا كثيراً من الجهد لتعرف سمات شخصيات المبدعين والقدرات الإبداعية التي يملكونها بغية الإحاطة بعملية الإبداع وضبطها والسعي إلى تنميتها وهناك ما نسميه المناخ العام للإبداع المناخ العام للإبداع مثلاً على سبيل المثال المدرسة لأن المقصود بالمناخ العام هو مناخ المجتمع المجتمع عندما يكون مهتماً بأطفاله لأنه لا أرى المستقبل من خلال هؤلاء الأطفال إذن بهذا المعنى عندما أربيه على السيطرة في المدرسة عندما أقمع ذاتيته عندما أقمع فرديته في المدرسة معنى ذلك أنني لا أربي إنسان الحرون مناخ الإبداع العام ومناخ خر مناخ يتيح لكل إنسان أن يتفتح بحسب مواهبه إنسان يملك مواهب معينة المجتمع عندما يتيح له فرصة يعني تنمية هذه الموهبة يكون مجتمعاً مبدعاً ويساعد على تربية الإبداع إذن بهذا المعنى الإبداع لا يمكن أن ينمو في مجتمع التسلط والقمع والعنف وما أشبه ذلك الموجه للأطفال أنا في رأيي أن هذا ليس بالضرورة يعني أحياناً المناخ الصعب المناخ القاسي المناخ الذي يضعط على الحريات أحياناً يكشف طاقات كاملة ويفجر هذه الطاقات يمكن لهذا المناخ القاسي المناخ الظالم المناخ الذي يحاول أن يستبد يمكن أن نصل عن طريقه إلى معاناة والمعاناة هي أول خطوة في طريق الإبداع إذن ليس بالضرورة أن يكون هناك مناخ ديمقراطي حتى يكون لدينا أدب حقيقي بل أيضاً مناخ الاستبداد يساعد أيضاً على أدب ولكن من نوع آخر الفصل الثالث من هذا الكتاب أفرده المؤلف لبحث ودراسة قصص الخيال العلمي وهي كما نعلم ظاهرة حديثة دخلت عالم أدب الأطفال وكرست وجودها ليغدو الخيال العلمي مادة حاضرة في أعمال الكثيرين فما هي أهمية الخيال العلمي؟ أين سلبياته وإيجابياته؟ بالدرجة الأولى نحن نهتم بمخيلة الطفل خيال الطفل قوة عقلية وبعض الفلاسفة يقول أن الخيال هو قوة نفسية نحن نهتم بأن تربى مخيلة الطفل وأن تنمو حرة دون قيود حرة كما قلنا لتنمو شخصيته الخيال العلمي يساعد على هذا الأمر لماذا يساعد على هذا الأمر؟ لأنه ليس مرتبطا بالواقع هو يفترض بأن الخيال العلمي يتحدث عن أمور تجاوز الواقع والخيال عادة يجاوز الواقع فإذا بهذا المعنى نريد لخيال الطفل أن يجاوز الواقع نحو آفاق تبدو أنها غير محددة في الواقع القصص ليس الخيال العلمي قصص الخيال العلمي الموجودة حاليا ليست على المستوى المطلوب يعني المشكلة أن العلم يجب أن يبقى علما المشكلة أنه ننطلق أحيانا من أمور غير علمية ونحاول أن نبرهن للطفل أنها أمور علمية وهي غير حقيقية نضع الطفل في دوامة ونضعه في بلبلة وبالتالي لا نستفيد من هذا الخيال العلمي بل العكس